في خضم مخاوف سياسية ومجتمعية من عدم توفر الأمن الانتخابي سواء للمرشحين أو الناخبين من المتوقع أن يشرع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإجراء جولة لقاءات مع مختلف قادة الكتل السياسية الرئيسية في البلاد للاتفاق على وثيقة تحييد سلاح الفصائل خلال الانتخابات الحراك الذي يقوده الكاظمي سينطلق قبل بدء الحملات الانتخابية المقررة في مطلع شهر أيلول المقبل ذي تطلع الكاظمي أيضا إلى تجريم استخدام الخطاب الطائفي والعنصري داخل المجتمع في خطوات استباقية تهدف لتعزيز ثقة الشارع بأهمية المشاركة في الانتخابات المقررة في تشرين الأول المقبل كواليس القوى السياسية تشير إلى أن الحراك يحظى بدعم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس تيار الحكم عمار الحكيمة ورئيس تحالف النصر حيدر العبادي إلى جانب بعثة الأمم المتحدة في بغداد ويهدف إلى التوصل لعقد سياسي أو وثيقة تتضمن منع الفصائل المسلحة من التدخل في العملية الانتخابية بدءا من مرحلة الدعاية الانتخابية مرورا بعملية الاقتراع ولغاية أعلان النتائج مهما كانت طبيعتها وكانت قوى سياسية نقلت مخاوفها للأمم المتحدة بشأن تنامي نفوذ فصائل مسلحة في مناطق ترشحها ودوائرها الانتخابية خصوصا في نينوى وديالة وصلاح الدين وبغداد وبابل وتأثيرها على الناخبين وإذا ما تمخض الحراك عوثيقة ستؤكد على أهمية تفعيل قوانين مفوضية الانتخابات في تجريم الخطاب الطائفي والعنصري بالحملات الانتخابية فضلا عن مسألة استخدام المال العام والتأثير الحكومي في الحملات الانتخابية